السلام عليكم أصدقائي الأطفال درسنا لهذا اليوم تقديم الأعداد من 6 إلى 9 التمرين الأول لنفهم ونطبق السؤال نلاحظ المزرعة ونمنأ الجدول في الجدول عندي مجموعة من الأشياء سأقوم بحساب عددها في الصورة المقابلة ثم أضع رقم مناسب مقابلة كل الصورة أبدأ بالكتاكيد كم كتكوتة لدي في الصورة 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 إذن أكتب الرقم 7 مقابل صورة الكتكوت أمر الآن إلى الأشجار كم شجرة لدي في الصورة 1, 2, 3, 4, 5, 6 إذن أكتب الرقم 6 مقابل صورة الأشجار أمر الآن إلى صورة الإوزة كم إوزة لدينا في الصورة 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 إذن أكتب الرقم 8 مقابل هذه الصورة أمر الآن إلى صورة الجرار كم جرار لدينا في الصورة 1, 2, 3 إذن سأقوم بكتابة الرقم 2 أمام هذه الصورة السؤال رقم 1 ألون العدد المطلوب في كل مجموعة إذن أبدأ بالصورة التي على اليمين عندي الرقم 8 إذن علي أن ألون 8 عناصر جيد الرقم الآخر 6 هنا علي أن ألون 6 عناصر نعم في الصورة التي على اليسار عندي الرقم 9 إذن علي أن ألون 9 عناصر بعد ذلك عندي الرقم 7 إذن هنا علي أن ألون 7 عناصر جيد السؤال الثاني أكمل كتابة الأعداد إذن هنا عند الرقم 8 على شكل خطوط متقطعة علي أن أتمم كتابة الرقم 8 نعم ثم أكتبه في المكان المخصص بعد ذلك عندي الرقم 9 إذن كما قمت بذلك في المثال السابق علي أن أتمم الخطوط المتقطعة ثم أكتب الرقم 9 في المكان المخصص جيد أمر الآن إلى البطاقة التي على اليسار عندي الرقم 6 إذن سأتمم الخطوط المتقطعة ثم أكتب الرقم 6 في المكان المخصص وكذلك سأفعل مع الرقم 7 إذن أتمم الخطوط المتقطعة ثم أكتب الرقم 7 في المكان المخصص أحسنتم لا ننسى المعجم أصدقائي الأعداد لنبغ ستة سيس سبعة ست تمانية ويت تسعة نف أمر الآن إلى الصفحة التالية السؤال رقم 3 أكمل رسم النقط على الضعصوقة أو كتابة الأعداد إذن سأبدأ بالضعصوقة التي على اليمين هذه الضعصوقة لها تمانية نقطة على ظهرها إذن سأكتب الرقم 8 الضعصوقة الثانية لها ثلاث نقطة على ظهرها وفي المقابل عندي الرقم 7 إذن سأضيف لها أربع نقط ليصبح لها سبع نقط أيضا على ظهرها جيد الضعصوقة الثالثة لها نقطتان على ظهرها وفي المقابل عندي الرقم 6 إذن سأضيف لها أربع نقط ليصبح لها أيضا ست نقط على ظهرها الضعصوقة الرابعة لها تمانية نقط على ظهرها إذن سأضع الرقم 8 مقابل هذه الضعصوقة جيد أدع سوقة الخامسة لها خمس نقاط على ظهرها وفي المقابل عندي الرقم 9 إذن سأضيف لها أربع نقاط على ظهرها ليصبح لها تسع نقاط جيد أدع سوقة الأخيرة لها سبع نقاط على ظهرها وفي المقابل عندي الرقم 8 إذن سأضيف لها نقطة ليصبح لها تمانية نقاط على ظهرها جيد السؤال الرابع أشطب العناصر الزائدة إن وجدت عندي مجموعة من العناصر علي أن أحسبها وأقارنها مع العدد المكتوب في البطاقة فإن كان هناك عنصر زائد علي أن أشطبه أبدأ بالصورة التي على اليمين كم دراجة لدي 1 2 3 4 5 6 7 8 في حين أن العدد المكتوب في البطاقة هو 7 إذن علي أن أشطبه لأن هناك عنصر زائد نعم الصورة الثانية كم عنصر لدي في هذه الصورة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 والعدد المكتوب في البطاقة هو 9 إذن لا أشطبه على أي عنصر في هذه الصورة الصورة الثالثة كم عدد الأطفال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 في حين أن العدد المكتوب في البطاقة هو 6 إذن علي أن أشطبه على 3 أطفال نعم لأنهم عناصر زائدة الصورة الرابعة كم عدد الأطفال 1 2 3 4 5 6 7 8 والعدد المكتوب في البطاقة هو 8 نعم إذن لا أشطبه على أي عنصر لأن ليس هناك عنصرا زائدة السؤال الرقم 5 أعيد العدد وأصحح الأخطاء إن وجدت أبدأ بالصورة الأولى إذن عندي مجموعة من الدبابيس وعندي الرقم 9 وعلي أن أحسب الدبابيس لأتأكد هل هي 9 أم لا إذن أبدأ 1 2 3 4 5 6 7 8 إذن عندي 8 دبابيس فقط إذن سأكتب الرقم 8 في البطاقة المقصصة أمر الآن إلى الصورة الثانية سأقوم بالعدد 1 2 3 4 5 6 7 8 إذن هنا رقم صحيح الصورة الثالثة سأقوم بالعدد 1 2 3 4 5 عندي 5 دبابيس فقط في حين مكتوب رقم 7 إذن أصحح هذا الخطأ سأكتب الرقم 5 في المكان المخصص الصورة الرابعة سأبدأ بالعدد 1 2 3 4 5 6 7 إذن عندي 7 دبابيس فقط في حين مكتوب 8 إذن هذا خطأ أيضا سأقوم بتصحيحه وأضع الرقم 7 في المكان المخصص الصورة الأخيرة سأبدأ العدد 1 2 3 4 5 6 إذن عندي 6 دبابيس والرقم المكتوب هو 6 إذن هذا صحيح السؤال الرقم 6 أمرر على الكتابة الصحيحة هنا أصدقائي الأطفال عندي كتابات صحيحة وكتابات خاطئة سأمرر فقط على الكتابات الصحيحة السؤال الرقم 7 أكمل ملأ الجدولين إذن سأبدأ بالجدول الذي على اليمين عندي أعداد وعلي أن أكتب العدد اللاحق أبدأ بالعدد الأول العدد 8 ما هو العدد اللاحق؟ نعم هو 9 العدد 5 ما هو العدد اللاحق؟ 6 جيد العدد 7 ما هو العدد اللاحق؟ 8 أحسنتم أمر الآن للجدول الذي على اليساء إذن عندي العدد وسأكتب العدد السابق أبدأ بالعدد الأول 7 ما هو العدد السابق للعدد 7 هو 6 أحسنتم العدد 8 ما هو العدد السابق للعدد 8 هو العدد 7 جيد العدد 9 ما هو العدد السابق للعدد 9 تمانية أحسنتم السؤال رقم 8 أعد الفواكه حسب النوع وأكمل إذن عندي مجموعة من الفواكه سأقوم بعدها ثم أكتب الرقم المناسب مقابل كل نوع سأبدأ بالتفاح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 إذن أكتب الرقم 9 مقابل بطاقة تفاح أمر الآن إلى الموز سأقوم بالعدد 1 2 3 4 5 6 إذن أكتب الرقم 6 مقابل صورة الموز أقوم الآن بحساب الإجاز 1 2 3 4 5 6 7 إذن أكتب الرقم 7 أمام صورة الإجاز جيد أمر الآن إلى الصفحة التالية السؤال رقم 9 أعد الأصابع المزينة بالحناء وأكتب العدد كما في المثال في المثال أصدقائي الأطفال عندي أربعة أصابع مزينة بالحناء في اليد اليمنى وثلاث أصابع مزينة بالحناء في اليد اليسرى إذن ألمجموع 7 سأقوم بنفس الشيء في باقي الصورتين أبدأ بالصورة التي على اليمين كما تلاحظون هناك أربعة أصابع مزينة بالحناء في اليد اليمنى وفي اليد اليسرى إذن المجموع هو 8 إذن سأكتب الرقم 8 مقابل هذه الصورة أمر الآن إلى الصورة التالية كما تلاحظون فإن هناك خمس أصابع مزينة بالحناء في اليد اليمنى وأربع أصابع مزينة بالحناء في اليد اليسرى إذن ألمجموع هو 9 إذن أكتب الرقم 9 مقابل هذه الصورة السؤال الرقم 10 أعد النقود وأكتب كل مبلغي إذن أبدأ بالصورة التي على اليمين عندي درهمان زائد درهمان تساوي أربعة دراهم زائد درهمان تساوي ست دراهم إذن أكتب ست دراهم في الصورة الثانية عندي خمسة زائد اثنان زائد اثنان إذن خمسة زائد اثنان سبعة زائد اثنان تسعة إذن أكتب 9 دراهم جيد في الصورة الثالثة عندي درهم زائد درهمان زائد درهمان إذن المجموع هو 5 دراهم في الصورة الأخيرة عندي درهمان زائد درهمان المجموع يساوي 3 زائد خمس دراهم إذن المجموع يساوي 8 إذن أكتب 8 دراهم جيد السؤال الحادي عشر أكتب الأعداد من واحد إلى تسعة على الشريط العددي إذن عندي الرقم واحد ثم أتمم الكتاب واحد اثنان تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة السؤال الثاني عشر أكتب الأعداد من تسعة إلى واحد على المستقيم العددي إذن عندي مستقيم وعند العدد واحد إذن أبدأ واحد اثنان تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة جيد السؤال الثالث عشر أكتب الأعداد الموجودة وراء السحب إذن هنا عندي مجموعة من الأعداد تحجبها مجموعة من السحب إذن سأبدأ بالعدد الذي على اليمين نعم هو العدد تمانية العدد الذي يليه هو العدد تسعة العدد الثالث هو العدد ستة العدد الرابع هو العدد سبعة والعدد الأخير هو العدد خمسة أحسنتم امر الآن إلى السؤال الأخير في هذا الدرس أعد الكلان وأملأ الجدول إذن عندي مجموعة من الكلال لها ألوان مختلفة وعلي أن أعدها تملأ الجدول بالرقم المناسب إذن سأبدأ بحساب الكلال الزرقاء 1 2 3 4 5 6 إذن سأقوم بوضع الرقم 6 أمام الكلال الزرقاء أمر الآن إلى الكلال الحمراء 1 2 3 4 5 6 7 8 إذن سأقوم بوضع الرقم 8 في المكان المخصص الآن الكلال الخضراء 1 2 3 4 5 6 7 إذن سأقوم بوضع الرقم 7 في المكان المخصص أشكركم أصدقائي الأطفال على حسن المتابعة وإلى اللقاء في الدرس المقبل بحول الله ترجمة نانسي قنقر